لمحة عن احتجاجات إيران يعتمد على تقارير شبكة مجاهد خلق الإيرانية في إيران الجمعة 26 مايو 2023 أحدث التطورات عد أهالي مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران إلى الشوارع مرة أخرى يوم جمعة 26 مايو في جولة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للنظام وواصل هؤلاء الشجعان احتجاجاتهم الإسبوعية على الرغم من قمع النظام المكثف ضد مجتمعهم وكانت شعارتهم سأقتل من قتل أخي يسقط خامنئي يسقط الدكتاتور يسقط الظالم سواء كان الشاه أو المرشد خامنئي يجب إطلاق سراح السجن السياسيين يسقط حرس الملالي يسقط نظام الإعدام هذه الرسالة الأخيرة النظام بأكمله هو هدفنا خامنئي قاتل حكمه غير شرعي خامنئي عار عليك اترك البلاد البسيج وحرس الملالي أنتم الدواعش وفي هذه الأثناء في أوروبا ومع انتشار أنباء عن انتهاك الحكومة البلجيكية لقرار نظامها القضائي بالإفراج عن الدبلوماسي الإرهابي المدان أسد الله أسدي وأعادته إلى إيران اتخذ أنصار المقاومة الإيرانية في مختلف المدن الأوروبية إجراءات فورية ونظموا مسيرات واحتجوا على صفقة غادرة من شأنها أن تزيد من جرأة الدولة الرعية الأكثر نشاطا للإرهاب العالمي وأدان الإيرانيون في هالب ألمانيا وهم يحملون لوحات وصورة لشهداء الانتفاضة ما يسمى بتبادل السجنة بين بروكسل وطهران وفي أماكن أخرى في ألمانيا في مدينة هامبورغ احتج الإيرانيون على إطلاق سراح أسدي الله أسدي ودعوا أوروبا إلى وقف سياسة الاسترضاء الفاشلة تجاه النظام الإرهابي في إيران وفي المملكة المتحدة تجمع أنصار المقاومة الإيرانية أمام السفرة البلجيكية في لندن واحتجوا على ما وصفوه بالإنحناء المنهجي للإرهابيين وفي العاصمة السويدية ستوكولم المكان الذي يقضي فيه مسؤول إيراني آخر فترة سجن لارتكابه جرائم ضد الإنسانية تجمع أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمام السفارة البلجيكية لإدانة الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إدارة ديكرو وفي برن بسويسرا تظاهر الإيرانيون أمام السفارة البلجيكية احتجاجا على تكرار السياسة الفاشلة واللا إنسانية المتمثلة في الركوع لإرهاب الملالي وحذر المتظاهرون من أن الإفلات من العقاب على الإرهاب سيزيد من تعريض الأبرياء للخطر على الأراضي الأوروبية وخارجها شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة